أَلَسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ الْمَطَايَةِ وَأَنْدَى الْعَالَمِينَ أَبْطُونَ رَاحِينَ أَنْدَى الْعَالَمِينَ أَنْدَى الْعَالَمِينَ أمسية جديدة وحلقة جديدة في حب الحبيب صلى الله عليه وسلم أندى العالمين ومع شيخنا الحبيب فضيلة شيخ أبسحاق الحوين حياكم الله شيخنا بارك الله فيك رفع الله قدرك في الدرائم شيخنا كنا توقفنا في الحلقة الماضية عن الحديث الماتة حديث أبي هرأي رضي الله عنه وأرضاه عن الرجل الذي خرج ليضع الصدقة في يد مستحقها فوقعت في أول يوم في يد زانيا فقال الحمد لله على زانيا فكانت نظرته أنها وقعت في يد غير مستحق وتفضلت حضرتك وذكرت كلام حول هذه القصة وكيف أنه يجب أن يجود المحسنون بصدقاتهم حتى ولو كان على العصاح لعلها تكون سبيل لعودته من الله تبارك وتعالى ثم ننتقل في بداية هذه الحلقة الحديث عن الرجل الثاني الذي وضعت في يده الصدقة وهو تصدق اليوم على سالق فضل الشيخ الحبيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين كلامي عن السارق وعن الغني ممكن لن يخرج عن ما ذكرته في ما يتعلق به الزانية لكنني أريد أن أصحح خلطاً وغلطاً واقعاً في المؤسسات الخيرية سواء كان مما خدمت فيها زي الجماعة الشرعية زي أنصار السنة أو بعض المؤسسات الخيرية أو الجماعات الخيرية كل هم هذه المؤسسات الخيرية أن يجمعوا المال من الناس ده كل همهم رقم واحد واثنين وثلاثة الحد عشر أن يجمعوا الأموال من الناس بقصد أنهما يوصلوها الفقراء لكني لم أجد في هذه المؤسسات الخيرية أنهم جندوا أناساً لدعوة الناس إلى الخير هذا شيء أنا جربته في أنصار السنة عندما كنت في مصر جربت هذا لما كنت في أنصار السنة في مسجد ابن تيمية في كفر الشيخ جربته هذا لأنني رأيت الخلل بنفسي وحاولت أن أعالجه ولكن أعالته بسرعة جزئية ولم أستطع أن أنا الحقيقة يعني أعالج الخلل بكامله اللي بيحصل كالآتي أي جماعية خيرية سواء كانت جماعات الدعوية زي أنصار السنة زي الجماعات الشرعية بتأخذ أموال المسلمين أنا أقول لهم ينبغي ويجب بجانب جمع المال أن تجندوا دعاة يحيون هذا المال أنتوا منتش دولة ومهما أتاكم من مال لا تستطيعون أن تطوقوا المجتمع كله ولا أن تسدوا حاجة المحاويج في المجتمع أنتوا منتش دولة وبعدين الجماعات دي عشان تستعبوا أكبر قدر من الناس بيدوا مبالغ هزيلة يدوا اللي يراحت مثلا 20 جنيه 30 جنيه وفي الأيام دي بعد ما الدنيا تفاقمت ومكن تصل إلى 50 جنيه لا يفعل أي شيء هذا المبلغ مع الناس هذه رأيته بعيني في بعض الجامعيات الخيرية الدعوية بيجي أول الشهر نساء لابسين الحجاب ليه؟ لأن عارفين الجامعية إذا واحد ما لابستش الحجاب مش هتصرف لها المبلغ فيلبسوا الحجاب وبعد ما ياخدوا المبلغ وهم راجعين البيت يخلعوا الحجاب وأنا رأيته هذه النمازي بعيني واحدة مش محتاجة أصلا جاية بشعرها ومسك الخمار في إيديها أول ما أربت من المؤسسة الدعوية الخيرية أم تحط الخمار على شعرها خدت 20-30 جنيه أو المبلغ اللي بيتصرفه الجامعية ويمشت خلعت الحجاب ويمشي هو ده ده بكل أسف إحنا كده بناخد أموال المحسنين نرميها في البحر زي ما يقول لا ثمرة لها إطلاقاً الجامعيات الخيرية بالذات الدعوية كجامعية شرعية وكأنصار السنة وما جرى ما جرى هزي شباب محمد أو الجامعيات اللي فيها دعوة إلى الله تبارك وتعالى بجانب إنفاقكم للمال هاتوا دعاة الدعاة دول طلبة علمي كويسين وأنا أجزمه وأفتي هنا أني طلبة العلم الذين في مصر على الأقل ممن عرفهم يعني يستحقون أموال الزكاة طالب العلم إما فقر أو مسكين بالذات في الأولى الأخيرة يعني فقره متحقق مسكنته متحققة مئة في المئة فأنا زي ما أخذ المال من المحسنين أشوف دعاء لبعض المشايخ رشحوا لنا عشر خمس واشر داعية وأعطوا هؤلاء الدعاء أموالاً ادلهم فلوس ادلهم مرتبات نظير ما يفعلونه وهاتوا النساء دول وهاتوا الرجال دول وعملون حلقات تعليمية أنه لا يحل لك أن تأخذ المال وأن لا تعصي الله تبارك وتعالى وتستثمر حاجة الناس إلى المال في دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى فأنا مش فاهم واحد ينفق المال على أناس غير ملتزمين ويقول لك أن أخذ من أحسن من وشهم أحسن من ما فيش أحسن من وشهم ويأخذوا المال ده ولا يطيعون الله تبارك وتعالى مع أن الذي أعطى الزكاة للجمعية يقصدوا أن يأخذ أجرا من وراء هذا هو طبعا أخذ أجرا بمجرد بدل المال لكن نحن عايزين يقول يا جماعة أن نستثمر هذا المال مال الأغنياء في جر الفقراء أو جر العصاء إلى طريق الالتزام يبقى مع جمعنا للمال يكون فيه رافض آخر وهو أن فيه دعاء يحيون هذا المال في نفوس الناس لأنهم يقولون أن الله تبارك وتعالى هو الذي رزقكم والذي أعطاكم وهناك أناس كثيرون محاويج لم يلتفت إليهم أحد معنى يلتفت إليك وأنك أنت تقبل وأن تأخذ المعونة والكلام ده كأن الله تبارك وتعالى سخر على كباب أبوه والخير يعني يدخل في القصة دي والدعاء عارفين سكتهم كويس يعني عشان كده أنا أهيبه بأهل المال أن هم يعني يعني يشترطون على الجمعيات بالذات الدعوية أن هم يحيوا أموالهم بينهم يجيبوا دعاء والكلام ده وحتى لو الجمعية مدتش يعني المال يخلوا بعض المحشرين ينفقون على هؤلاء على طربة العلم بالذات الذين وقفوا حياتهم على الدعوة فالذي أريد أن أقوله يعني من حديث أبي كرير الماتع وفيه طبعا فوائد أخرى كثيرة لا أريد أن نتفرع فيها حتى لا نخرج عن يعني مادة البرنامج أقول أنه النفقة على أهل المعاصي بشرط أن يكون هناك من يدلهم عن الله تبارك وتعالى حتى يرقق خلوبهم إحنا كده بنستثمر المال في دعوة الناس إلى الخير وطبعا في آخر رجل في الحديث وأن لما وضع الصدقة في يد رجل كان الرجل غنيا هذا الرجل في الحديث لعله يغار فيخرج الذي عنده أنا عايز أقف عند كلمة يغار دي يغار دي لن تتم إلا بفعل الشطر الأول من الآية التي نزلت في سطر بخرة قال تبارك وتعالى إن تبدو الصدقات فنعم ما هي أي نعم ما فعلتم أن تظهر الصدقة وأنت تخرجها تمام الشطر الثاني وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم مش لهم لا الخير لهم أي للفقراء الشطر الأول إنك أنت تبدو الصدق عشان واحد يراجب تتصدق فيغار فيعمل زيك تمام يعني يقلدك في طبعا ده لو واحد تصدق وأظهر الصدقة وطبعا ده مشروض بأن تكون نيته خالصة لرب العالمين مش يروح كده رياء وسمعة ويقول لك ربنا عز وجل مدح الذين يظهرون الصدقات لا مدح الذين يظهرون الصدقات مع الإخلاص التام لله تبارك وتعالى حتى يراه غيره فيفعل مثل فعله تمام وإلا الشطر التاني إذا خفت على نفسك من الرياء والسمعة لا أنت طلعها في السر عشان كده ربنا عز وجل قال وإن تخفوها ولا يعلم بكم أحد وتؤتوها الفقراء فوخير لكم حرصا على قلوبكم أما إذا كان كما قد تطلعها في العلانية فإخراج الصدقة في العلانية التي قال الله عز وجل فنعم ما فعلت إن تبت الصدقات فنعم ماهي يعني نعم ما فعلت أنك أظهرت الصدقة وأبديتها تمام مع الشرط المذكور الذي ذكرناه فبهذا إظهار الصدقة أو حتى مش ضروري أنك أنت تخلي الناس يشوفوك تتحدث بها إذا لم يرى أحد يتحدث بها عندما تعتقد أنه أنه سيغار ويخرج وإنت آمن على نفسك أنك أنت تبقى من الرياء والسمعة وهكذا فعلى شكرة أقول بذل المال أقول لأغنيائنا بذل المال في هذا الاتجاه يعف المجتمع من كثير من الانحراف أفلا يسرك أيها الغني أن تأخذ رجلا منحرفا فتضمه إلى ركب المؤمنين فتعفي خلق الله من انحرافه وتعفي المجتمحة من فساده يعني لو أنت يعني مشيت بهذه النية فنعم ما فعلت لكن بكل أسف أن المال ذهب إلى جهلائنا بل قد يكون ذهب إلى فساقنا بكل أسف يعني أنا أخاطب الآن من يسمعني من أهل الخير ومن الذين يحبون الله ورسوله وأن المال عارية مستردة وأنك أنت كل شيء تفعله ينزل في رصيدك إلا الذي تبقيه خلفك والله العظيم أنت ستبقي من المال خلفك لمن لا يترحم عليك لمن لا يذكرك بدعوة أبدا بل لو ذكرك بدعوة لن تستجاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث من ضمن ثلاثة ولد صالح يدعو له مش أي ولد فابنك إذا كان فاسقا وأخذ المال ودعا لك على افتراض أنه سيذكرك على افتراض وأنا أستبعد هذا على افتراض أنه سيذكرك إذا دعا لك لن يستجاب له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الولد بالصلاح فقال ولد صالح يدعو له فكل مال تتركه خلفك على ظهر الأرض لن يدخل في رصيدك أبدا إيه لا يدخل في رصيدك أيها المسكين اللي انت هتتصدق به قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحية مسلم يقول ابن آدم مالي مالي كل ما تكلم ويقول لك فلوسي انت معك جنيه تسوى جنيه معك عشرة تبقى تسوى عشرة معكش حاجة خلص ما يسواش حاجة أدي معنا مالي مالي كل ما تكلم ويقول لك فلوسي أنا عندي كذا وأنت معندكش يقول ابن آدم مالي مالي فقال صلى الله عليه وسلم له للذي يقوله هذا وهلك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت هو ده اللي نعايز الأخير فقرة أخيرة أكلت فأفنيت المجاري دي مكلفة مليارات لأن الجسم بيأخد حاجته بس والباقي اللي انت بينزل للخلاء في الخلاء واللي انت بتلبسه من أحسن هندب بتلبسه وفي الآخر بيابلى ويدوب وبتنسح بالجزمة كمان الأخير أو تصدقت فأبقيت فكل صدقة أنت تدفعها بتحطها في رصيدك الشخصي يوم تلقى ربك حتلاقها في رصيدك مش حد ياخدها وكل ما تركته خلفك ليس لك قال صلى الله عليه وسلم من الصحابة يوما أمال أمالك أحب إليك أمال وارثك ليس لصحابة يعني المال اللي انت بتمتلكه أحب إليك أم المال الذي ساذهب للوارث فقالوا يا رسول الله ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه فقال له فإن مالك اللي هو داخل رصيدك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت خلص فأنا الجماعة اللي بيبخالوا دول وقولك عايزة سيب لولادك مش عارفوه الكلام ده غلط غلط سيب لولادك كل حاجة بس أنت أنت رحت فيه أنت أيها الذي جمعت المال ولو عصرت المال ده هو هينزل شبابك كله تتركه لي من خلفك ممن لا يترحم عليك فأنا عشان كده بقول وبقول لأرباب المال يعني انظر إلى نفسك وأشفق على نفسك وتصدق ينزل كل هذا كله في رصيدك ده الحقيقة وصية عامة وسامحوني على حرارة الأنفاس لأننا يعني تذكرت السنوات التي مرت بي وأنا أرى المحاويج يأتون علي وأرى كثيرا من أهل الخير والفضل وأسأل الله تبارك تعالى أن يبارك له كم فالرجو من حاجات أناس رجالا ونساء محاويج ليس عندهم شيء وأسأل الله تبارك تعالى أن لا ينقطع هذا الخير وأسأل الله تبارك تعالى أن أعود إلى بلدي في أقرب فرصة بعد تمام علاجي وأسأل الله عز وجل أن يعافيني وإياكم من كل بلاء شيخنا الحبيب أقول أن المنهج الذي تفضلت بذكره في مسألة إعطاء الفقير والاستغلال هذا الأمر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وهو ما دعوت إليه الجمعيات الخيرية التي لها منهج دعوي لعل هذا هو ذاته منهج نبوي مع اختلاف التشبيه وهو عين ما فعله سيدنا يوسف عليه السلام لما جاءه الرجل ليسأله عن الرؤية فكان قبل تعبير الرؤية دعاه إلى أمر أنت الآن محتاج فأنا أقدم لك ما تسعى إليه سواء كان مالا أو في هذه الحالة دعوة أو تأويل الرؤية ثم قدم له الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى فهذه المسألة فيما يتعلق بإعطاء الفقير مع دعوته هي منهج نبوي صرف ماذا تقول شغل في هذه النقطة؟ نعم طبعا يعني الحقيقة يعني كأنه يقال لي أن الحلقة على أشك الانتهاء نجعل هذا في المرة القادمة إن شاء الله طيب جميل جدا جميل جدا إذن التعليق حول قضية سيدنا يوسف عليه السلام وأن هذا كان منهج نبوي هو ما نبدأ به بإذن الله تبارك وتعالى في حلقتنا القادمة إن شاء الله رفع الله وقدرك في الدارين أكرمك الله الله يباري فيه كزاك الله خير أحبتنا فلن نكون بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الرائعة مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ بسحاق الحوين من برنامجكم أندى العالمين على أمل لقاء بكم في أمسية أخرى وحتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم في الخير والطاعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين أبطون راحي ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين أبطون راحي أندى العالمين أندى العالمين